تحرك عاجل من الجيش السوداني في محيط سجن البشير أفادت وسائل إعلام محلية في السودان بأن الجيش فرض إجراءات أمنية مشددة وعزز حراسة سجن كبر في العاصمة الخرطوم حيث يقع الرئيس المخلوع عمر البشير وقالت أن القوات السودانية وسعت دائرة إغلاق محيط القيادة ونشرت عددا من الجنود وفي وقت سابق اليوم اقتحم مجموعة من المحتجين مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونة قبل مؤتمر صحفي مقرر لوفد من قوة إعلان الحرية والتغيير وأكدت تقارير محلية أن نحو 150 من المشاركين في الاعتصام أمام الأسر الجمهوري والمطالبين بحل الحكومة المدنية وتسليم السلطة إلى العسكريين اقتحموا مقر الوكالة قبل بدء المؤتمر الصحفي وسط تصاعد التوتر في الموقع وحملت قوة الحرية والتغيير في بيان لها مجموعات تتبع للفلول المسؤولية عن اقتحام مقر الوكالة بهدف منع المؤتمر متعاهدة بأن المؤتمر سيعقد بعد الفراغ من بعض الترتيبات فيما جددت قوة إعلان الحرية والتغيير في سودان دعمها لرئيس الوزراء عبدالله حمدوق وقال ياسر عرمان عضو المجلس القياد لقوة إعلان الحرية والتغيير التي أطلقت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 نجدد الثقة بالحكومة ورئيس الحكومة وأشار إلى أن هناك تنصيقا تما مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوق لوضع حلول حول الأزمة السياسية الراهنة